نبدأ بك سالحناي يسيء أكثر تصرفاتها مع التلميذة الصغيرة لأنه المعلمة قادرة أن يدفع على روحها يعني حتى إذا هي حبت تدفع على روحها قادرة أن يدفع على روحها لكن التلميذة الصغيرة الموجودة داخل القسم كانت ناجم بتاعتها دي عليها أكثر من اللي شفناها وبتالي في أنه عملية الحراسة ومسألة الحراسة ديري مسألة مهمة جداً بش نخرج شوي بركة من الحادثة دي ونحكي على حوادث أخرى كبيرة برشة صارت في تونس سنة مؤخراً حكيت حتى على شنو ساير في معهد خزنادار في المراكب الرياضي اللي بجنبولي فما منحرفين يعملوا في عملية بركة جلولي ديت صغار غادي ويسلبوهم في أموالهم وتلفونيتهم يعني العملية دي أصبحت عملية معقدة جداً وأصبحت عملية مسيئة جداً لتونس إليه ما تيبش نقعده نحنا نحكيه في نفس الموضوع ما غير ما ناخده فيه حل لأنه حراسة المؤسسات التربوية هذه مسألة جوهرية في العملية التربوية نعرف شنازكو مؤسسات هذه تتطلب أكثر من حارس أسكو فما حارس موجود ولا ما هوش موجود النقطة دي مهمة جداً بالنسبة لي النقطة الثانية اللي هي في علاقة بأنه السيدة دي مريضة نفسية وشوفنا برشعبات كتبة وقالوا هذي مريضة نفسية وتتلقى في العلاج حتى وهي مريضة نفسية نرجع لمسألة الحراسة تصور أنت لو جاءت هذه مريضة نفسية وقامت بالدخول للقسم هذا وكانت فاقدة المداركها العقلية وقامت بأعمال أخرى أكثر من هات شنو كنا بش نحكيه؟ يعني ولدات صغار كيف كي كما ينجم حتى واحد فيهم يتصدى المرأة بالطريقة هذه تلاثة روح حتى مسألة المرضى النفسي في المناطق الداخلية وفي بعض المناطق الأخرى يتم استعمالها كواجهة للإفلات من العقاب بعض الناس اللي تكون معناها عندهم بعض المشاكل ودخلوا في مسائل قضائية معينة يستعملوا واجهة هذه بش يخرجوا من مسألة أنهم هما ياخذوا العقاب نقطة أخيرة اللي حبيت نحكيها له هي مسألة مو مجد فما ناس عندهم بعض النفوذ ما نعرفش يسكن مرأة هذه منهم ولا ليه فما ناس عندهم بعض النفوذ اللي موجودة في بعض الجهات وبعض العلاقات مع الناس اللي موجودة في إدارات معينة وموجودة في السلطة استغلوا النفوذ هذه بش تكون عندهم مواجهة كبيرة بش تكون عندهم تجاوزات حتى في السياقات معينة وما يلقاوش العقاب لأنه اللي سمعته أنا على السيدة هذه بالذات أنه كانت عندها قضية سابقة في علاقة بالاعتداء على معلمة عمناول ولا العمني بعده وبالتالي فأنه تكرار العملية يؤكد أنه المرأة هذه وقت لما تلقاتش العقاب اللازم والتتبع الجزاء اللازم اتمدات وعودة ترجعة المدرسة مش نحكي أولا المدرسة في عمومها الصورة اللي شفناها في علاقة بتجاوز المرأة هذه للقسم وتجاوزها للمؤسسة التربوية يعكس الحالة اللي موجودين عليها المؤسسات التربوية واللي نحنا كل يوم نحكي عليها وما شفنا حتى رد فعلا يبدو لنقوص الخطر تم دقوا في علاقة بالمسألة هذه لازمنا نقطع نهائيا مع ما حدث إذا كان فما ناس تحرص المؤسسات التربوية ما همش على استعداد أن يواصلوا مهامهم يتم استبدالهم من ناس أخرين إذا كان فما ناس قادرين أن يحرصوا المؤسسات التربوية يجب أن ننويها بالناس دومة لأننا قاعدين يقوموا بوجبها لكن في عموم المسألة وفي جوارها المؤسسة التربوية في حاجة إلى حراسة واقعية وحقيقية وفي حاجة حتى إلى حراسة في علاقة بالمضامين التي تراها التي بشكل كبير برشة وفي حاجة حتى إلى حراسة للصورة الرمزية للمؤسسة التربوية وللمعلم والمدرسة اليوم اللي ولا يتلقى في أبشع النوة المؤسسة واضح تحرقين شو الحاجات للسنتاجات الدروسة نجمع نخرجوا بيها أما حاجة خاصة بالبارح اللي هي درجة التوتر العالية متاع المرأة اللي تستوجب الناس يكون مش بصدق لي ما أنت ولية تحكي بالطريقة هذيك مع معلمة ومع الإطار التربوي إلى درجة ترح موضوعاً للنفسي معناه دونك في الوضعية هذي الخاصة تثبت في الوضعية النفسي قال لنا اللي ما فاماش وتم فحصها وعائلتها مصرة شوف تدوين الولدها البارح يحاود وكذا ما نعرش شنو اللي عندهم يلف طبي أم لا الخطر تتصرف طريقة سوريالية لا نجيبش تصدق معناها والحاجة الأخرى المثيرة لانتباهة اللي الإطار الإداري فيها المدير والمنظفة والحساسة واللي هو والناس كل حاضرة يتفرجوا كأنه ما تدخلوش خليوها واللي هي حاجة غريبة في حال ذاته ما تدخلوش جوزت المدير يصوره قاعدين يتفرجوا دونك فما الوضعية هذي المسألة هذي تطرح بطبعاً مسألة الاعتداءات على الإطارات التربوية فما حتى صارت عندها بضعة أشهر مع معلمة نعرفها هي معايا أمي فيسبوك وإطار نقابي مدام سعاد سويسي وتنشرت وقتها كيفاش اعتدت عليها أحد ولية وقتها ومعنتها وتصلوا بها حتى وقتها للوزير بتاع التربية ويعني ولت مسألة راي عام لأنها هي نقابية معناه لكن فما حالات أخرى بتاع اعتداءات على إطارات التربوية قاعدة تحدث وهذه مشكل معناها أنا يظهر لي مهم جداً أنه يكون فما إطار للقاء بين الأولياء والإطارات التربوية ويكون لقاء دوري معناتها ويصير فيه هذي معمول به في عدد من دول العالم مش كل جمعة مش كل جمعتين بس يتم كل شهر كل شهر ونص في معمول في المدارسة الخاصة عندنا هناك تونس هذي هذي أفهم مدارس خاصة في اللقاءات مع أولياء وغير وكل شهر حالة كل حال خلنقول ولي النموذج للتربوي في موجود بعض الدول مهم جداً لا من شجر في خطاع الخاصة معناها ما ذبه لكينتوا لي في خطاع العام يخفف شوية في العلاقة اللي تنجم تكون متوترة بين الأطر الإطارات التربوية والأولياء ومهم جداً هذي يصير أنا هذي هو المسألة اللي تهمني أكثر هو أنو شنية الحاجات التوتر ليانو هذي حالة خاصة مرة أخرى روا هذي يزينا نثبتو شنية الحكاية بايش مسخنا رأسها وعليش الناس كل يتفرجو ما يدخلوش مهدر الخاطر يتصير حالات كي منكية ما يتصيرش بطريقة هذي روا يصير عنف يصير تعدي لكن يصير زادار تفعل ويصير كذي ما تدخلش الكلاس قدام الطلب وكذي وتلمذا وانتي وخر وانتي يجي قدم لبيس خليفة الله العنف في الوسط المدرسي ظهر خطيرة جدا معتها سوى في محيط المدارس ساعة رحب بيك ساعة خلطتما خلطتما رحبت بيكم أهلا خليفة مرحب بيك سوى في محيط المدارس العنف هذي أو ضد المؤسة التربوية في حد ذاتها من جهة خارجية ولا ضد الأسرة التربوية وأحيانا بين أبناء المؤسة التربوية في حد ذاته على التجاه ما بين التلامذة ما بين المعلمين وما بين الأسادة أنا الفيديو تقريبا حكيت الناس كل بار حكيت على الفيديو هذية أنا بيقاطع النظر على الوضع النفسي للمره هذية أنا يهمني المضامين المضامين اللي عبرت عليهم الولية هذية وهي في حالة الغضب بمتاح توبعت لك القضاء يحدد لأنه غضب مرضي أو عصابي أو غضب آخر يستحق معنتها التعامل القضائي معها قضية الأخطر هي المضامين اللي عبرت عليهم شنو حكيت أنا لبقوه في ذهن ثلاثة أشياء حكيت على الأموال ويبدو اللي هي والتجهيزات ويبدو اللي هي صاحبة فضل على المدرسة وهنا العقلية اللي تتعامل وكأنه المواطن وقت اللي يتبرع المدرسة ولا يجيب لها طاولة ولا يجيب لها خزنة وكأنه اللي تنتعب وهنا معنى كي تضعف الدولة ونبدو نتعابل بمعنى التسول لأنه ثم فرق ما بين التبرعات تكون في أرقى درجات تشكل الوعي شوفاها في العديد من الدول كما الدول السكندينوفية ولا تمثال اللي الأولياء هم اللي يقوموا بعملية التبرع وهم اللي يكونوا بعملية صيانة المدارس هم يقوموا كل شيء دون منن أو شكورا ساعات من غير لا يعرفهم وما بين عملية التسول اللي وصلنا لها أمام تراجع ميزانية وزارة التربية وأهمية التربية في ميزانية الدولة وفي عقلية الدولة وعملية إهد ما للمدارس واللي شفناه ولا نوع منه التسول ولا كل مواطن اللي عنده فلوسي منه وانا النجم نماذج ولا نوعية المراه هده موجودين برش نجم تكون عاونة المدرسة هدية ولا رجلها نائب عليها ربي عاون المدرسة هدية تعتبر اللي عندها عرصة في المدرسة هدية وحقها ثم الجانب الثاني المهم جدا وهو جانب الأعداد وعملية التقييم اللي زادة جزء من الحديث من تعلم راه هدية أنا ولدي نحبه ياخذ عشرين ولا ياخذ ثمانتاش ولا تسوح تهني سيطرت عقلية العداد على الأولياء اللي دمروا ولايتهم وأصبحت بيع وشرافة علاقة بالأعداد هدية بقطع النظر على سلامة ولدها النفسية ولد فلان جاب عشرين يجبك تجيب عشرين صحيح ما تجيبش عشرين أنا ما رمديك أنا شوفنا معتها حتى أصبحت ثم أمراض نفسية للعديد من التلامدة خوفا من أوليائهم طعرف يحليهم في بعض التجارة بالدول السكندنافية ما فهم أول امتحان أول ما يخلط 13 سنة سنة أول امتحان معنا مسألة التقييم والأعداد وعملية معنتها العنف الرمزي اللي يتعرضولو أتلام ذا من أولياء والعنف المستبطنين والأولياء في علاقة بمسألة العداد والنقطة الثالثة مسألة الوجاهة مسألة الوجاهة وعملية حتى تقسيم القسم كيفاش يتحدد الأول والثاني وين كده وهذه وهذه يرى وجزء منها جديمة رأي في العقلية اللي ولد اللبس به يبقى من جدي اللبسة وباهية واللي ما هنتو شو قد من تالي بكل أنا الحمدول الله قريت في مدرسة والله يرحم سيخليفة نقولولو يا خليفة بن لامين بن محمود الله يرحمه اللي كان رجل ديمقراطي حتى على مستوى التقسيم من طاعة طوال غير التقسيم ما عادش التقسيم هكا العمودي هكا ثلاثة صفوف ولت بشكل دائري شكل تايجة كل زوز طوال مع بعضهم والناس كل تايجة راحة من قدام لايش بالضرورة بش تايجة راحة لأنه فهو كان كان من لم دياس وكان كان معانتها يمثل معانتها جيل الدهبي في الجنب هذه مسألة هذية الوجاهة مش كون يقعد من قدام مش كون يقعد من التالي والجانب هذي مشكلة بصراحة كبيرة برشة وهذية ما تتحل انا بالنسبة لي صحيح رأوا نجم من دينه لو مرأة هذية وتنجم تكون عندها مشكلة نفسية نحن رأي مش هنيمش نعمل لبحاكمة شعبية يزي المحاكمة الشعبية اللي تعرضت لها على الفيسبوك واللي مزلنا مزلنا منعرفوش رأوا نحنان عن اليوية نجم تكون عندها مرض نفسي لانه نجم المحكمة تكيفوه على اساس مرض نفسي تيما هو مرض نفسي خلي البشر اللي يدخل القسم يعمل الكاكة تيما ريد نفسيا من جابش يكون إلا عنده نوع من الاختلال فهمتوا لا اللي يخليه يعمل جانب هذي وثاني حاجة رأوا تراجع قيمة التعليم في تونس وعلى مستوى الثقافية وعلى مستوى الحضار هي اللي تخلي المدرسة اللي كانت تقريبا في خداثة الجامعة رأوا بالفعل جبل رأوا في أقصى درجات النسبة ما تصلش للمحيط متاع المدرسة كانت محرمة والقضية رأي ما هيش قضية التأمين المدرسة بكر تأمين مش مشكل تأمين المدرسة هذي في حد ذاتها نحكي على مسألة أكثر ذلك هي التأمين على مستوى العقلية على مستوى كده لأنه تنجم تحط عشرين عساس جبل تيجي عساس واحد برك وتجي عادة الرجل كبير وعادة أن الناس الكل تحترموا ما تمش عنف لأن سلم القيم الكل والمكانة الاعتبارية والرمزية للمدرسة تخلي عندها نوع من القداسة اللي ما تخلي حتى حد يتعدى لها أما وقتل طاحت قداسة المدرسة وتراجع التحليم وقداسة التعليم هنا نشوفه تم استباحة المؤسسة التربية آه خيش القروي يظهر لي فهم نوع من الانكار من حالة انكار العام في تونس فيما يخص التلام ذا والولد صغار معنات فهم جزء أهم من الأولياء وقتل صغارهم يتيحوا في الأعداد ولا ما يجيبوش نتائج بها في المدرسة يلقيوا اللوم على المدرسة في حد ذاتها وعلى الأساد ذا والمعلمين وقتل ينجموا يكونوا هما المذنبين في الحقيقة معنات فهم برشا ناس ماشي في بالهم اللي المدرسة والليت كريش والليت حظانة مدرسة معناتها هما يبدأوا مستقلين وما همش قايمين بدورهم كأولياء على أحسن ما يرام ويستنعوا من الطرف الثالث اللي هو المدرسة أنها هي اللي تقوم بدورهم ونشوفه ذا دا اللي فهم الناس واللي تستسهل العنف ضد الموظفين العموميين اللي في اللي في علاقة مباشرة مع المواطن كما المستشفيات كما المدارس والمعاهد اللي هي موش قول مع الأسف ميش قول حادثة نشوفوها من نوع هذا وشفنا حاجات فيهم عنف عنف مع تضرب ودم وهذا يتسمى أبرك شوية والحاجة الثالثة أنا نثمن المعلمة ومتاع الإطار على خاطر كما تدخلوش وخلاوها تعمل الشو متاحها وتعمل النمر متاحها ما زادوش شعل شعل سيتيواتيواتيواتيواتيواتيواتيوة حتى الأولياء عندهم إشكال كبير في مصطفى استيعابهم واستبطانهم للمنظومة تعليمية الأولياء ترسخت في ذاهم مسألة صعبة جدا أن يتنزعها منه أن المعلم أو الأستاذ أصبح شخص يستنزف كل أمواله في علاقة بدروس المراجعة في فترة الباك بدروس الخصوصية في فترة لقبل الباك معنية العلاقة بين الولي والمعلم أو الأستاذ أصبحت علاقة متوترة جدا يجب إصلاحها كيفاش مش تتصلح فما تجارب مقارنة كبيرة برشا موجودة في العالم راني مانيش موجودين وحدنا نحن فما جمعيات اللي هي تعنا بربط علاقات ما بين الأولياء والمعالمين فما هياكل أخرى تكون هياكل بالمناصمة ما بين الأولياء والمدرسين هدوما وفما حتى ناس توصل أنه تعقد جلسات دورية سواء شهرية أو حتى كل شهرين كل تشهور بين الأولياء والمدرسين والإطار التربوي الكل باش نكسر الجليد والصورة السيئة جدا للموجودة لأنه علاقة الولي بالمدرس سواء كان معلم أو أستاذ مهمة جدا في علاقة باستيعاب المنظومة التعليمية وفي علاقة بتمرير الرسائل حتى إلى التمليئات